اذا عرف السبب بطل العجب يا سيادة الرئيس فاقتصاد سوريا كان على الدوام مختكرا في ايدي المقربين منك من اقرباء واعوان ومستزلمين هذا الكلام اتعمم على مستوى السورية بلتنفق بالنظام اقتصاديا اقتصاديا قبل ان يأخذ الثوار زمم المبادرة ثوال الكرامة الذين اختبروكم طيلة اربعين عاما يعرفون ان خيرات بلدهم لا ينالون منها شيئا لذلك قرروا معاقبتكم اقتصاديا قبل ان يعاقبكم العالم فالمزارع الذي عانى من وزير لجفاف وقرارات تزيد من اعبائه وتجعله يعمل طوال العام دون جدوى قرر معاقبة النظام بالامتناع عن دفع الرسوم الجائر المفروض عليه فيما الصناعي الذي وضعته غرابة القرارات الحكومية التي ادارها المنتفعون والمحسوبون لم تعد تنطلي عليه شعاراتكم خاصة الصغيرة منهم والمتوسط لان الكبيرة قد تحول لشريك ابن الخال الا منتهي الشراكات الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي كما اطلق عليه النظام قبل ايام كشف حقيقة عجل النظام عن ادارة الاقتصاد في المرحلة الحالية وراح ابعد من ذلك وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار عندما اراد تحميل المسئولية للمواطن العارف اصلا اوضاعه وذلك باعلان ان الدعم الحكومي للمواد الاساسية لن يدوم ومن واجب البنك المركزي دعم مشتريات الدولة وليس حاجات المواطن خاصة ان الوضع الاقتصادي للحكومة يمر بحالة طوارئ وسط توزيع غير عادل للثروة الوطنية الشعار وجد الاراء غزيرة في الملتقى واستوجب جمع الافكار ومن ثم تأطيرها لكنه لم يجد اي حرج في مخاطبة المواطن على انه في الدرجة الثانية وربما الابعد في اهتمامات الحكومة التي من المفروض انها وجدت اساسا من اجل هذا المواطن فيما رأى رئيس الوزراء الحالي وزير الجفاف السابق عادل سفر ان الية الدعم ولدت فسادا في التعامل معه اعادة النظر بتوجيه االيات الدعم والخدمات وفق برامج اكثر دقة وتحديدا لجهة ضمان وصولها الى الشرائح التي تحتاجها من المواطنين ذلك ان الدعم بشكله الذي كان عليه سابقا شكل هدرا للموارد وولد بيئة مشجعة للفساد اسئلة كثيرة تطرح على الوزير ورئيسه في التوزيع غير العدل للثروة الوطنية وكذلك في حجم الفساد والإفساد في توزيع الدعم بعد أن شهد العالم بأسره مئات الملايين تهدر للآليات العسكرية والجيش والأمن والشبيحة المكلف أصلا لقتل الشعب أجوبة النظام بدأ بالإجابة عليها مرغما وزير اقتصاد النظام محمد نضال شعار في أن النظام الذي يمثله بدأ يفقد احتياطاته من العملة الأجنبية عند باباعها لمكاتب الصرافة ومن ثم الاعتراف بأن الأزمة متفاقمة وأن العيد لن يكون سعيدا على أحد فمرسوم الأسد بإعطاء المصارف تمديد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع لزيادة رأس مالها إلى الحد الأدنى المطلوب مؤشرا على حال الاقتصاد الذي يتآكل مع إصرار النظام على الحل الأمني وعدم الاعتراف بحق الشعب السوري في اختيار نظامه وحياته وفي تطلعاته نحو الحرية حال الاقتصاد السوري الذي وصفه وزير الاقتصاد بأنه يعيش في حالة توارئ لن تغير منه شيئا اتفاقيات تجري بين المصرف العقاري والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سيتم بموجبها صرف رواتب المتقاعدين في منتصف الشهر لأهام المواطن بأن حركة الاقتصاد على ما يرام وهم لن يمر على المواطن السوري الذي بات اليوم يعرف كل الخبايا احتياط احتياط احتفاق لن نوعب هذا الكلام لن نطوع بالكليات لنرسوات هذا مملوعة لنحن نحر برقب في فتل السلاح الذي يحرمونه فيه بالمطار انه هم يحرمونه بالايرا